شائب أنا من الحاجات اللي شفتها في البطولة السنة دي حرفياً بقى حرفياً احنا بقى الجملة دي بنقولها بس شفناها لحد الوقت في الدول الأول إنه بقى شفيه منتخبات في أفريكا صغيرة إنه فعلاً كله يعني يقلق على الأقل مش يخوف بس يقلق يعني كل المنتخبات قادرة على المنافسة ده بيحصل في البطولة في التصور الأول مرة يعني كان فيه ملامح على مدار السنوات إنه فيه بعض المنتخبات الصغيرة بتكبر شوية لكن لقتحس المنتخبات كلها بقى شفيه منتخب صغير يمكن ده تغير الفترة اللي فاتت ويمكن ظهر أكتر في تصفية كأس العالم احنا شفنا منتخبات كتير مش اسم ما لهاش أسماء كبيرة في القرى الأفريكية وفي تصنيفات بعيدة عن تصنيفات الفئة الأولى للمنتخبات اللي كانت موجودة وشفناها بتحق نتاج جيدة الكلام ده نعكس كمان في كأس الأفريكية يمكن حجم التطور اللي بقى فيه الكورة في العالم كله حجم الوعي التكتيكي اللي بقى عند اللعيبة الأول كتلعيبة في أفريكيا أو في المنتخبات الأفريكية المستوى الثاني والثالث كان بيعاب علا بالعشوائية وعدم التنظيم في المرعب الكلام ده بقاش موجود كل المنتخبات بقى عندهم درين فنين أجانب بقى عندهم محللين أداء بقى عندهم تطلع للكورة بره في أوروبا بقى عندهم وعي تكتيكي بشكل كبير وده اللي بينعكس على أدائهم لما بيجي بلعبه منتخبات كبيرة وده شفنا قد منتخب موزنبيك وبيلعب منتخب مصر شفنا مع كاف فيردي وبيلعب منتخب غانا شفنا منتخبات كتير قدرت أن هي تبين وتظهر شخصيتها القوية عند ما عندهاش لعيبة كوالة عالي جدا أو نقدرش نقول أن هي زيها زي مصر زي موزنبيك طبعا أو كاف فيردي مزي نفسي كوالة لعبة غانا لكن الوعي والتكتيكس اللي بتلعب بين المنتخبات دي بتقلل الفجوات الكبيرة ما بين كوالة اللعبة في المنتخبات دي وده اللي ظهر في البطولة وده اللي مخلي ناس كتير قوي تقولك البطولة مش بين لها ملامح بمعنى إيه اللي انت مش قدر ترسم الدور التمانية هيروح لمين أو دور نصف النهاي هيبقى مين ومين انت ممكن ما فيش غير المنتخبين اللي تكلم عنهم خليفة منتخب المغرب والمنتخب السنغالي اللي أظهر شخصية قوية وأظهر شراسة اللي هي أصلا معروفة عنهم زي ما تكلم خليفة من كاس العالم المنتخبين عندهم سكواد محترم عندهم لعيبة بكوالة عالي وأظهروا ده في أول مباراة ممكن الظروف خدمتهم في المطشين ده أمر طبيعي وممكن تجارب الفرق الكبيرة قبل المطشين دول ساعدتهم إنه بقى عندهم حرص في كل هجمة مفيش أي رؤونة في المباراة من أول ديها الأخر ديها بالعب بنفس الأداء ده يمكن النتاج بتاعت مصر ساعدتهم نتاج الغانا ساعدتهم نتاج الكاميرون ساعدتهم نتاج الجزائر ممكن ديكون ده عامل كبير لكن أنا شايف المنتخبات اللي بعدت في الجولة الأولى تقدر أنها ترجع بما فيهم المنتخب المصر